السلام عليكم أهلي بكم فيديو جديد خلاص عشرين واحدة عشرين قطيت بوست في اليوتيوب بانا وقلت اشتريت منهم في الايو اس 15 القادم فبجاوب على بعض الأسئلة ان ما راح اقدر اجاوب على الكل في الفيديو هذا لكن البداية الشي اللي اتمنى انا شي من زمان ابي قبل تسوي افتح الكاميرا اروح كذا افتح الكاميرا اروح كذا ليش واحد اقدر اروح كذا برضو كانت اول مرتين او ثلاث مرتين او ثلاث مرت بس احناحي نحط هذا الخيار لازم تتغير افتح الكاميرا الاشي ثاني يلي بجيلكم حين اول حاجة واحد يقول لك Always On Display اوكي نفس اللي في ساعة تابل اتمنى يحطونها في الايو اس 15 ابعد ومغاصات جريدة للوديدس ما ادري كيف راح يساومونها لكن ثلاث مغاصات موجود يعني ما ادري هل في اشخاص يابون وديدس اكبر من دلوديدس هذا في وديدس كبير تقدر تسوي وجتس يعني خل نعطيكم شكل من أشكال وجتس الموجودة صغير مستطيل عريض شوي مربع كامل توقع كفاية على حسب البرامج اللي داعم لكن ما دري قصدك مغاسات أكثر ما دري طيب الشخص الثاني برضو نقول لك أتمنى المزايا دي في نظام قادم ترتيب العددات او شوف كلمة ترتيب العددات هو على الشيء اللي أنت تعرفها يعني خلاص أنت تعلمت عددات الموجودة في الجهاز خلاص عرفناها مرتبة بالنسبة لنا فإذا قيارتها أبول لازم نرجع ونتعلم عليها المهم رائق حلو مكانية تخصيص مكتب التطبيقات وتعديل المجلد أوكي برضو حلو مكتب التطبيقات للشخص المعرفون هدئين يتخصص لنا حين أو كل شيء تلقائي في النظام يسويها لا بستور قيار محدود في منطقة معين يعني سيارة أقدر أتصفح متجر الأمريكي وأنا في أي دولة لا هذا الشيء موش عيب في الأيوز ولعب في أي نظام ثاني ذي الشيء دولي ذي معروف يعني مثلا مثلا في السعودية يقول لك المتجر السعودي لازم محتكر وما نبي أشياء ممنوعة في السعودية فممنوعة تنزل فيها هناك وبرضو الشخص المبرمج أبي يسوي البرنامج أنا بي البرنامج مخصص لحق ذي الدولة أنا من حقي كمبرمج أنزف ذي الدولة ما بي نزف دولة ثانية فذي الشيء الثاني يتعارض من جهتين يتعارض من المبرمج ما يبي ينزف الدولة الثانية ويتعارض برضو على الدولة نفسها دولة نفسها ما تبي كل البرامج سيكون فيها موجودة لا كل دولة تبي تحمي شعبها أو شيء ما تبي برامج ساني تنزل فيها فهذا الشيء شوية صعبة ما لا شغل للأيوز وكل أنظمة زي كده يعني وبرضو الشيء الرابع الكبر يضاف إليه ترجمة الفورية ما كان الاقتراحات دمج الأي ميسج مع الفيستايم في تطبيق واحد لا ما يبي ذي الشيء ويتم في الرسائل الفيستايم لأن برامج فويستايم لا يرى ف acompañكم شخص جед melon ويحبída قادمة وأدق لي من هنا عادة على طوال من نفس المكالمات فالفيستايم مدموج في نفس المكالمات الرسائل مدموج فى الايمسج فإن الايمسج يستخدم في الرسائل لأي مكالمات فى الفيستايم فهذا كذلك مكالمات صوت و فيديو مادموجين و كانت على المكالمات العديدية وهذا كانت مدموجة inom دمج الحالية فالتها بتدجة كده مضمجت ولم يمكن أن تصارتها إضافة ميزة إذا طفها الجوال وضغط زر الباور يطلع لك الساعة والتاريخ بدل ما أضغط زر الباور يطلع لي صورة بطارية جهاز طافي توقع هذه غديمة تكارول في نوكيا كان إذا الجوال طافي وعندك منبه يرند الجوال إذا كده يجب الجهاز يطفي قبل 5% مثلا بطارية تصير أكبر و 5% تطفي المهم أجمل ميزة منها يضيفونها في النظام الجيل هو متجر الثيمات وحرية التعديل عليه لكن لا أتوقع لكن أتمنى هذا الشيء الآن نتوقع الشورتس كاتس صارت فيها ثيمات كثيرة على الأشخاص والإبداع اللي يقومون للناس في الشورتكاتس نشوف شخص اسمه ماحل الدين يقول تغيير جذري تصميم مثل النقل اللي كانت على iOS 6 إضافة أشياء على نظام رايبوت تخلي أكتب من نظام الماك فأتوقع أنا أن ليس في iOS 15 أيضا قبل الجالسة تقرب والنظام هذا بالنظام هذا قامت تاخد ميزات هنا تحطها هناك وقامت أيضا تاخد ميزات من هذا تحطها هنا فنشوف قدام شو تسوي طيب يقول لك زيد سعود المطير هم اثنين خلاص وتقسيم الشاشة تقسيم الشاشة في الآيفون مدري كيف ستسوي أوكي لو نبيه في الآيفون الكبير مثلا في الآيباد حلو لأنه شاشة كبيرة فتقسيم الشاشة هنا حتى لو يحطونا لك لأن لا تتوقع أن العتاد لحق الجهاز ما يقواه في الآيفون يقواه بس كيف تفتح البرنامج تقسم الشاشة تقسم الشاشة راح يكون فوق وتحت تفر الجهاز لازم مثلا مدري لكن نشوف قدام إن شاء الله يحطونا أوكي الشخص ثالث محمد يقول لك دعم الوجه استفاعل مثل تغيير لغنية من الوجه بدون ما يدخل التطبيق هذه الشيء الناس يتمنونه وكلهم يتمنى لكن كيف راح يكون كده بدون ما يستهلك بطارية للمية في المية برنامج يشتغل عندك قبل برنامج تخرج من كده يتحبير طافي ما يستغلك في الخلفية بس وصول حتى البرامج الموجودة هنا كلها بس وصول سريع لها فكيف راح يكون مدري نشوف قدام شو يساون فيها طيب نشوف الشخص برضو حمد يقول بغيت يغيرون شعار بطارية في الآيفون 10 وأحدث إلى نسبة معوية الجهاز شيء حلو أتمنى أن أضع نفس هذه الصورة تكون حلوة نسبة معوية داخل البطارية نشوف قدام أتمنى أن يفعلها مع أني أنا من النوع الذي أعرف بعض الأشخاص عقدة عندهم النسبة يعني يشوف النسبة وخلاص وصل 20 ترى هذه نسبة معوية ليست حقيقية أيضا لا أتوقع أن لماذا لو وصلت واحد يطول أكثر من اثنين نسبة معوية لا أتوقع بعض الأشخاص مثلا لو وصلت 100% أعترف الجهاز لا نسبة هذه الشركات وموضوع حيطول يعني نشوف محمد الحرب يقول لك فصل قوة صوت المنبه عن نغمة الرنين هذا أول شيء توقع أنها موجودة يعني تخشل على ذات تروح حق النغمات هنا موجودة والخيار أنك تقدر تقدر تطفيها من هنا وخلاص هذا الصوت من هنا لطفيت الخيار من عندك وخلاص ما يتحرك الصوت النغمة صوت الجهاز الحالي يكون والصوت نب الحالي أما لو شغلتم يسروا اثنينهم مع بعض تطوير فموجودة هي بس أنك تبيها في العلنات يعني تكون موجودة اثنين يقول لي خيار أكثر في نقطة اتصال الشخص مثلا أقدر أعطي بلوك وخليها ما تنفصل ما تنفصل لصوهم الـ AUS 13 تقريبا ما تنفصل على الاتصال لكن تعطي بلوك حق الشخص الذي شابك عندك مدري يمكن أنك تقدر تحضير رقم السر وأقدر أحدد حد للاستهلاك ترجمة في متصفح سفاري سمعتني بحطوها في الـ AUS 14 لكني لا تحضرني الآن أستيفانوس وليد واحد عرضتنا تبغير في نفس الوقت خلصنا ما نكلم قبل شو عنه واثنين يتم وضع بحث في عددات الجهاز أخو رودي موجود عندنا من زمان موجود عددات الجهاز للبحث من سنين موجود خلاص نفتح العددات تشوف بحث فوق هنا موجود عندك في البحث في العددات طيب نشوف الشخص اللي نقدر نقل قبل 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 الأخير يقول لك أشوف أن لوحة مواتيح ستتغير وتكون شبيهة بالـ Big Sur الإيقونات أيضا أعافى عنها الزمن ودون تغيير الإيقونات نفس الـ Big Sur لكن لوحة مفتيح مدري لوحة مفتيح في الآيفون أفضل لوحة مفتيح موجودة في أجزة توقع الموبيل الموجودة الآن بعض الأشخاص يضعون ثيم في الأندرويد لحق لوحة مفتيح الآيفون بالنسبة لي الشكل اللي لوحة مفتيح ممتازة لا أدري ما يفعلون هنا يمكن أن يضعون إيموجيز تحت بدل ما هي موجودة هنا مثلا يمكن لكن كشكل ما أتمنى أولا يغيرها يعني حافظا كل شيء فأتمنى أبل ما تغير الشكل الموجود أو ترتيب الاختصارات والكيبورد وحجم الكيبورد نفسه لو يخلونا نسوي إيقونات وخلاص أتوقع الشورتكاتس موجود فيه أشخاص كثيرة الآن في الشورتكاتس أبدعوا في تغيير الإيقونات وفي بعض البرامج أهم موجود عندك مثل تويت بوت عندي هنا أنا أغير الإيقونات بسها من نفس الإعدادات التويتب والداخل وحطني لي ثلاثة أو أربعة إيقونات تقدر غيرها يقول لك عدم سمح تطبيقات للوصول للصور من الأساس ويكون مثل سفاري إذا أود موجود الخيار الآن تقدر تخش وتحدد كذا صورة اللي وصلها البرنامج نفسها أو ألبوم مثلا ما أدري لكن فيه الآن كذا صورة اللي وصلها البرنامج نفسه إعدادات التطبيقات في تطبيق الإعدادات يكون في قسم لها إعدادات التطبيقات في تطبيق الإعدادات حلو ذا الكلمة حقتك هم موجودين تحت كذا فهو يعتبر هذا غسومهم من تحت لكن تبيهم ما يكون من تحت يكون في جهة معينة مثلا لكن هم قردي يعتبر مقسومين يعني خلاص نوصل هنا هذا إعدادات قبل الفوض هنا تحت كلها إعدادات البرنامج نفسه فنشوف قدام الشتون طيب أحمد أمر أتمنى يضيفون خيار في الإعدادات يحذف كل الداتا وبينات في التطبيقات نفس ما موجود في الأندرويد يعني بدلا نحذف التطبيق ونرجع نحمله نمسح الداتا ونرجع نحمله أوكي فهمت الحركة حقتك إنك تحذف البرنامج أو تسوي لها كلير البرنامج نفسه وتشيل كل شيء وايب مثلا معنا الآن مش موجود كده في موجود إنك تحذف البرنامج من جذوره لكن نحذف البرنامج كامل معك أوكي نشوف شخص دوت بس هذا اسمه تمنى أن يتم إضافة وديت على الشاشة الرئيسية مع الساعة وتكون شقالة ما هو الودجت سأضعها بأن شغالة لكن بدلا ما يكون هنا Always On Supply يكون الودجتس يعني علوز اون وودجتس هم شوفوا الأشياء التي نتكلم لكم عنها حين والأشياء دي مية في المية قبل سأضعها والأندرويد مثلا الأشياء التي موجودة في الإيو اس والخصوصية والأشياء دي مية في المية لأنه وصلنا إلى تشبه كثير في النظام يعني أكثر من الأشياء الأشخاص الذين يبعون هنا يتمنون الودجتس ويتمنون ويتمنون تقسيم الشاشة هذا أكثر شيء يبعونها في الإيو اس مية في المية السنة الجاية ستضعها لكابل وبعد ما يفعلون الأشياء الصغيرة التي تكلمنا عنها ويتكلمنا عنها مية في المية نضعها قداما لأننا نصل لطريق لا يوجد جديد الجهاز لا تشعر أنه في ميزات جديدة مثلا بعد ما ينزلونك إيو اس كل سنة مثلا لكن إلى الآن متعودين على أن كل سنة ينزلونك إيو اس جديد مثلا لا أعتقد أن في نظام 15 في المنظور القريب بحكم أن الفوريين توا ينازل أخي خالد يقول لا أبل كل سنة تنزل يعني من قبل 10 سنوات وهو كل سنة في شهر 6 ميلادي مؤتمر أبل WWDC للمطورين يوررونهم لحق المنظوم لحق الجهزة الجديدة أنظمة أبل كلها ويبدأون ينزلون بيتا لحق المطورين بعد ثلاثة شهور يعني في شهر 9 ينزلون مع الآيفون في شهر 9 النظام ينزلون مع الآيفون والآيفون 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 وبعض الشهر 10 ينزل لك ماكو اس اللي يخلوه السنة الشهر 11 نشوف لكن كل سنة لازم أبل تشوف شي جديد في الأنظمة يمكن أبل تسوي بعدين مثل الويندوز ومش كل سنة مثلا ماكو اس برضو مش كل سنة يتغير الرقم كامل لكن كل سنة تنزل ميزات مثلا 10.9 وصلنا حين 11 فالسنة هذه مثلا 11.5 مثلا 11.5 مثلا او ما توقع ان يذهبون ماكو اس نعش طيب أخي محمد المشعل يقول تقيير جذري التصميم في التطبيقات بوقت واحد تطبيقين اضافة اثنين ابل اي دي توقع الايباد و اس لازم يسلونا هذه الحركة ان يضعونا كوزرين في الايباد و اس اي ميسج اقدر استعمال مع مستخدم الاندرويد هذا ما لا يشغل في النظام من الايو اس 15 هذا ابل اذا افتحت الايو اس ونزلت الاندرويد نحن يبدو ان انضيضوه الاندرويد بالنظام الارسي او نفس الايهي ميسج لكن في الاندرويد فاذا ازلت انضيض وهنات فاذا نظول الاندرويد اذا كانت الايهي ميسج يكمل سنتزل الايهي ميسج لكن هذه ليست مشغل في النظام في الاندرويد لتنزله الايهي ميسج تحسين سياري 100% جبار جمع تطبيقات على دعم لغة المستخدم مثل نسته يدعم لليوم ما يدعم اللقاء العربية والعربية وشكرا ما لا شغل في النظام هذا يعني هذا المبرمج نفسه فيجبر المبرمج يدعم جميع اللقات هذا نقدر نتكلم عنه موضوع قير الـ IOS 15 موضوع خارج عن الـ IOS 15 المهم نروح حق وليد يقول لك أول شيء أتمنى تغيير في التصميم ككل تطبيقات تغيير جدري بس تحسن في تحسين أتمنى يغيرون الـ Control Center أتمنى يحسنون ونضع الـ Dark Mode لأن الخلفية اللقوانة تكون رمادية لما تفعل الـ Dark Mode هي أولا موجودة هذه الحركة لأنه قبل حط لك الصورة نفسها مرتين الصورة صايرة في الوضع العادي يعني في الخلفيات في الجهاز نفسك لو تخشل عديدات الخلفيات تشوف بعض الخلفيات فيها خلفيتين في نفس الخلفية لحق بدون Dark Mode والـ Dark Mode فإنه يكون الجهاز نفس يعرف أنا ما أتمنى يسوينه ممكن لو يسوينه يتخلون فيه خيار أنك تطفي وتشقلها بالأشخاص ما يبون دي الشيء يمكن الـ AI ما يشقلها عادل أن الصورة أنت مصورة في الصباح أنت ما عندك صورة ثانية في الليل عشان تشبكهم مع بعض عشان تصيرت صرفة طويلة الشيء مهم جدا موجود في الاندرون يجب أن تتحكم وتخصص مستوى الصوت في كل شيء مثلا أن تلعب و تتكلم مع أحد في المكالمة لايفون دائما يعطي الأولوية المكالمة في الاندرون أنك يعني تخلي المكالمة هناك أقوى طيب يوسف السلطان يقول لك أتمنى لو يقومون حركة تقسيم الشاشة خلصنا منها لو يضيفون حركة 3D Touch أصدق يصبح شيء حلو هي هابتكتاتش اللي موجودة 3D Touch القطعة اللي موجودة في الإيفونات 6S فوقها الإيفون 10 كيف يضعونها مرة ثانية مدري هذه القطعة إن شاءلت لكن هناك سوفتوير محطوطة لكن حلوة توقع 3D خاصة في أشياء أبل كنسلاتها هنا و لا توقع أن ترجعها حطتها في سوفتوير لكن أذكر أول حركة أني موجودة الآن لكن ليس في كل البرامج مثلا في السناب شات أقدر أضغط على المحادثة وأقرأ المحادثة قبل أن أفتحها كامل فهذه حركة حلوة لكن الروابط في السناب شات لا أقدر أضغط عليه و أشوف الرابط أول أقدر أضغط عليه و أشوف الرابط مثلا لو فيديو أو شيء قبل أن تتحن أو اللينك أو شيء فأتمنى أرجعها أيضا لو أقدر أني أتحكم بالدرك مود يصبح شيء حلو ما فهمت في الدرك مود كيف تتحكم فيه الدرك مود دارك مود خلاص أسود يعني يصير رمادي يعني يصير مش أسود كامل فأنتمحها فقط البطارية كسر الشاشة و خلاص وحطها في الدرك مود ورفع الشاشة ما نفهم هي درك مود دارك مود واللايت مود أو الإضاءة العادية إضاءة عادية ولو يخلونا أن نقدر نحمل أي تطبيق من السفاري مستحيل هذا إذا سوى ذلك يعرف أن الخصية ستنحدث يعني تحمل أي شيء من السفاري وتضعها في الجهاز هي موجودة في الجيلبري كل أشياء لكن تخيل أن تقدر تسوي هذا الأشياء وخلاص أن البرنامج ينزل عندك في النظام وينزل السيتاب من السفاري وقبل أن تفتح هذا الشيء فتصير صعبة بعدين على الخصية يعني أقدر أنا أسوي برنامج هاك ولا شيء ينزل في الانترنت أي شخص يحمله يقدرون يسوي شيء مبرمجين بعدين حتى يعني يتعدون الخصية قبل أن نجابر المبرمجين في الخصية أي برنامج ينزلون في أبل ستور وتقدر تضغط عليه وتشوف في البرنامج نفسه ما الذي يأخذ منك كمبرمج والمبرمجين متوهقين في الخيارات هنا فأنا يخلونا في السفاري فخلاص يعني فورتنايت ترجع الفيسبوك التحدي في البرنامج من أبل ستور وتقول لك خلاص بشيل الخصية حق ذلك كله والانستقرام وحطهم في السفاري فكذا ما استفدنا بالمجبرة المطورين والمطورين يقدرون يسوون أي شيء في الجهاز ويسرقون أي شيء ولم تقدر تقول شيء فهذا الشيء يعني حتى الأبلو تفكر فيه أنا ما أتمنى يكون موجود في الجهاز إنك تتحمل من سفاري طيب عن موضوع الأيباد أتوقع منافس الشرسل للماء لدرجة أن معالج الأيباد يصبح منافس معالج الأمن أتمنى بكثير وأتوقع أن هذا الجاي في شهر ثلاثة نشوف إن شاء الله في شهر ثلاثة ينزل الأيباد برو حاجة بشاشة أكبر مثل الأيباد برو 13 إنش يكون 5.9 أتمنى ج험 لنزل أيباد جديد ünkعجEMAك هذا يكون أيباد برو ميكس مثلًا أكبر من أيباد برو فهدنا Tullf grupo ميكس يكون أكبر잖아요 Tullf duo حسب سابق كنا Utilf bro wiel Woman Tullf bro ميكس يكون اسم جديد هنا emerge ready brown max مثلًا يكون 15 إنش معالج فيه أقوة يكون مثلا M1 أو M2 غير أيباد برو العادي لا مهرتبiell ما بنبقى كثير لكن نشوف كداب ومأرقب ما على بفعله 10.9 و 10.2 و 12.9 و 15 حلو ينزلون فيه و نشوف قدام هل تسوي هابل و كم راح يكون قيمتها يعني يبدأ من 1500 دولار مثلا و الله قوية تكون 1500 بتشتري كبرد 300 و 400 نشتري ماك حسن لك لكن مش أحسن لك يعني الايبادي يستل في ميزات مش موجودة في الماك يعني حتى الايبادي قد توصل سعره أغلى من الماك لأنه هنا قلم و لمس رامج اللي دعمتها بقوة هنا تتش و ما تتش وغيرها فننتظر قدام شو يشتغونه فبس قيارنا في النهاي صح قيارنا من المعالج يدخلنا للشيطان نشوف 2021 ما يفعلون نشوف 2021 هل تنزلنا الضارة قبل نشوف 2021 هل يتكلمون عن الساعة قبل نشوف 2021 هل يتكلمون عن الساعة قبل نتمنى نشوف هل فيه منتج جديد غير منتجات الموجودة مثلا اليربود سبورت ماكس او ايربود جديدة مدري قير لا بس فئة نفس الفئة اللي عندنا مدري نشوف قدام شو انتوش اللي تتمنون و شو اللي تتوقعون في الايوز و استكلمنا عندما خلصنا و خدت تعليقاتكم و حطت هنا و اناسف على بعض التعليقات اللي ما خدتها فش تتمنون انتم ففي نهاية الفيديو تتصورون اشتراك بالغناة و اشتراك بحسابي سنابشات شارفة ضوطكم و اعمل ليك الميكتاع و لا تنسون الفضل دعاكم السلام عليكم